تنفس العالم السعداء بعد توقيع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيدين في عام 2010 معاهدة نيوستارت للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2011 ومددت في عام 2021 لمدة خمس سنوات قبل يفجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قنبلة في وجه العالم في أثناء خطابه أمام الكريملين أمس ويعلق العمل بالمعاهدة مستفيدا من إيقاف أعمال التفتيش المتبادلة بين البلدين منذ جائحة كورونا بعد أن رفضت موسكو في الخريف الماضي السماح بالسنافها ما ثار حالة من الغموض بشان مستقبل الاتفاقية وفي تصعيد شديد للتوترات مع واشنطن منذ غزو روسيا لأوكرانيا في تفسيره لقرار تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف ناتو بالعمل على إلحاق هزيمة وصفها بالاستراتيجية في أوكرانيا والوصول إلى منشئات روسيا النووية لتدمير سلاحها الرادع وفي المقابل في أول رد فعل على قرار الرئيس الروسي عرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أسفه إزاء القرار وصفه بغير المسؤول ما يراه المراقبون خطوة أمريكية لرفع حالة الاستعداد في المقابل على الرغم من الكلمات الدبلوماسية للمسؤول الأمريكي حالة من الإحباط التي تخيم على العالم بعد قرار بوتين تؤكده تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن بعيد الحرب الأوكرانية أن الخيارات المتاحة أمام بلاده ضد روسيا هي بدء الحرب العالمية الثالثة أو جعلوا بموسكو تدفع ثمن انتهاك القانون الدولي بعقوبات قاسية ولأن العقوبات لم تؤتي ثمارها مع روسيا مع استمرارها في حربها وتحقيقها مزيدا من المكاسب فإن واشنطن وفيما يبدو قررت الذهاب إلى الخيار المري على العالم